بسم الله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع أعمال الحج والعمرة عنوان هذه الحلقة حكم من أحرم في الطائرة دون ملابس الإحرام ما هو الحكم؟ ديال اللي ينسى احنا قلنا راس يقولوليك كل حج ولا كل معصامير بغا يمشي يدي هاد النسوك ديال العمرة ولا ديال الحج يدي معاه جوج ديال الباليزات اوصاك كبير ولا باليزة صغيرة علاج لانه إلا تدغي باليزة واحدة ستجي صعيبة لهدوك اللي يخدامين وتهزو تقسم على جوج وكل واحدة رسعتك فيها كده وعشرين كيلو بما عندك كده وربعين كيلو في جوج وهدك اللي غادي تهز زراسة تكون فيها عشرة كيلو تطلعها معك انت حيث غادي تكون غادي تدي معك المحرام الإحرام تدي الإحرام في الباليزة اللي غادي تطلع معاك لانه غادي تدوزي لك انت غادي تسبق مكا غادي تدوز على الميقات ديال المكاني ديال الإحرام اللي ورابق وغا يقوليك في الطيارة له هذه الساعة غادي تحرم اللي هو تعقد النية ديال النسوك ومن بعد ذلك غادي تكون غتاسلتين في الدار في المغرب ومن بعد ذلك غادي تلبس الإحرام ديالك وسقول لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعاه فإن حبسني حابس فمحلي حيث ما حبستني ويبدأ يكبر لبيك اللهم لبيك حتى يمشي الحق ويشوف الكعبة عادي توقف على التلبية وسيبدأ في الطواف هذا اللي شنوى الحكم ديال اللي هو انسى باش ياخد الحويج ديال الإحرام معاه في الطائرة ولحقت الميقات وقالت ليهم الموضي فراء الميقات هادا وقلب هكا وصاب ماهش معاه الإحرام لا يجوز اللي غادي يدوز على أحد المواقيت المكانية وبغي يحج أو يعتمر يتجاوز دون إحرام والمراد بالإحرام هو العقد ديال النية ديال النسوك ماشي لاغتسال واللبس ديال الإحرام إلا هذا العقد ديال النية فسيكون فايق يقول أنا عقد نية وأكثر العام ما تيفهم وتيحمل المعنى ديال الإحرام واللبس ديال الثياب ديال الإحرام لا نشي أكرك حيث نقول الإحرام هو العقد ديال النية ديال الإحرام لذا لا يشترته في الصحة ديال الإحرام اللبس ديال الثياب ديال الإحرام لا بل مجرد نية تيحصل بها الدخول في الإحرام وخادي دوزناه واجب عن المحريم حيث تعقد النية ديال الإحرام يجتانب المحضورات ديال الإحرام ومهات المحضورات هذي ما يلمش للباس العادي اللي كانت يلبسو خصوه اسميسو الموسى طلبة ديال الإحرام خصوه يكون دير الثوب ديال الإحرام فلهذا تعقد النية حيث قالوها اللي قبل لأن الطيارة غادي بسرعة وخبروه من قبل تعقد النية وبالتالي هنا غادي يمشي هز السك دياله اللي كانت ممعه في الطيارة وراتي يكون لبس غير جلبة يدير هذك الرداء دياله من التحت ويحيد الجلبة ويحضي راسه على بنسبة ستر العورة ويدير الرداء ويبدأ في التلبية يقول لبيك اللهم لبيك لبيك عمراتا لا رياء فيها ولا سمعة فإن حبسني حابس فمحلي حيث ما حبستني ما جابش معاه هذك الحويج وتجاوز المقات من دون لباس حكم من أحرام في الطائرة دون ملابس الإحرام هاشنو غادي يدير هنا حيث غادي يلحق البلاصة اللي هي الجدة المطار ديال الجدة فهنا غادي يلبس الإحرام دياله وإلا كان جاي من المدينة المنوارة وداز أبيار عالي مشان عاز وبطوف القار ومشاه ولبسوا الإحرام ودكشي وما لبسوش ولا نساه وما عندوش باش غادي يشريراتي تبع سمايا فاسما يتوف أبيار عالي هاشنو غادي يدير هدا عقد النية ديال الإحرام اللي هي النية ديال النسوك ولكن ما لبش الإحرام فليهذا ما يقومش بالأعمال المحضورة بقي له اللباس فحيث غادي يلحك غادي يعطي الفيديا أما إن أحرام مريد الحج أو العمرة من ميقاته دون ما يلبس ملابس الإحرام نظرا لعجزه عنها فإن عليه أن يلبس ثياب الإحرام بعد نزوله من الطائرة أو بعد نزوله من الحافلة وعليه فيديا على التخيير هذه الفيديا اللي هي صيام ثلاثة أيام ولا إطعام السادي المساكين لكل مسكين نصف صاع اللي هو جوج ديال الحفلات من غالب يقتل أهل البلد اللي هو الأورس يشريه الروس ويحاول يعطيه أو دبحشات كما في حديثي كعب من عجرة اللي جاء في صحيح البخاري ومسلم وبهكا اليوسر ديال الدين كل حاجة وكل مشكلة سيعتك لها الحل لأن الإنسان مصف بالخطأ والنسيان والسلام عليكم موسيقى